اشتركوا في القناة ونسمع رسالة النهاردة أهلا بك وحيد أهلا فدوى وأهلا بكل الأحباء المشاهدين في كل مكان رب يبارك حياة الجميع سنسمع النهاردة نهاردة سنسمع جزئية إلى حد كبير تتناغم مع موضوعنا بنعمة الرابع سيد المسيح له كل المجد أو تهم من اليهود في عصره أنه يكسر السبت وحاشى له أن يكسر السبت هو كسر تعاليمهم الخاصة التي أقاموها الحاخامات ولكن السبت كوصية في الوحي الإلهي حاشى للرب أن يكسر وصيته نعم فواجههم المسيح بكلام يكشف فيه عن طبيعة الشخصية فماذا قال المسيح له كل المجد في متى اتناشر من ستة إلى تمانية ولكن أقول لكم إنها هنا أعظم من الهيكل فلو علمتم ما هو إني أريد رحمة لا ذبيحة لما حكمتم على الأبرياء فإن ابن الإنسان هو رب السبت أيضا هنا تلات حقائق لاهوتية عن شخص مسيح له كل المجد هو اللي بتكلم لكن أقول لكم إنها هنا أعظم من الهيكل لا يجرؤ ولا نبي على مدار أنبياء شعب إسرائيل لا يستطيع نبي واحد أن يقول أنا أعظم من الهيكل لكن المسيح قال لها لأنه هو رب الهيكل هو رب الهيكل بزبائحه وتقدماته وكهنته وشعبه نعم فرب الهيكل أعظم من الهيكل أكيد بلا شك نعم وطبعا تدخل ضمن أين قال المسيح أنا الله هو رب الهيكل مين أنا أعظم من الهيكل ثم يقول لهم ما قيل على لسان يهوى في العهد القديم إني أريد رحمة لا زبيحة هنا يقولها المسيح له كل المجد فلو علمتم ما هو إني بشير على نفسه نعم إني أريد رحمة ما هو نفسه يهوى في القديم قال هذا الكلام إني أريد رحمة لا زبيحة يعني إني أريد رحمة لا زبيحة يعني مش ممكن أنت تقف وتصلي لربنا هذه الزبيحة قربان يقدم إلى الرب في الوقت الذي ذاته أنت إنسان قاسي على أخوك تضربوا أو تظلموا أو تقتلوا نعم ما بيمشوش مع بعض في تعليم الكتاب المقدس لا الرحمة تقدم على الزبيحة مسيح له كل المجد في تعليمه قال إن تذكرت أن لأخيك شيئا عليك فاترك هناك قربانك قدام المزبح صحيح واذهب أولا اصطلح مع أخيك ثم تعالى وقدم قربانك ذي الرحمة اعمل الرحمة أولا لكي ما إذا تقربت بقربانك إلى الله لا يكون شيء يعوقك لأنه ببساطة يقول لك أنت مش عارف ترحم أخوك أي زبيحة تأتي لتقدمها وهذه ضربة وتنسف كل فكر يقول أنه بقتل الآخر يتقرب إلى الله أو بكره الآخر يتقرب إلى الله يتقرب يعني يقرب قربان نعم وهو القربان إيه التقرب بشيء ما نعم فالبعض يعتقد أنه يبغض الآخر حبا في الله يبغض الآخر تقربا لله هنا المسيح ينسف هذه التعاليم الشيطانية يقول لا أريد رحمة لا ذبيحة الرحمة أولا ثم تأتي الذبيحة التي تقدمها ثانيا ثم يأتي ليضع يعني يعني شخصه المبارك فوق كل العبادات وفوق كل المقدسات فيقول فإن ابن الإنسان يهوى المتجسد يتكلم عن نفسه هو رب السبت أيضا السبت الراحة في العهد القديم التي وضعها يهوى الآن يهوى المتجسد هو بذاته شخص المسيح يقول أنا رب هذا السبت أنا الذي وضعت هذا السبت لراحتكم أنا رب السبت وبالتالي كل من لا يفهم طبيعة المسيح ثم يقول أين قال المسيح أنا الله أو ما إلى ذلك فهو في نهاية الأمر لم يقرأ جيدا كلمات المسيح التي أعلن فيها شخصه وطبيعته فالآن هنا من هنا أهل الكتاب يفهمون طبيعة النبي يفهمون طبيعة القدوس حينما يتكلم فإذا جاء شخص يدعي النبوة نحن نعرف من بعيد لأنه عندنا إرث وزخم كبير جدا من الأنبياء وأقوالهم الوحي تاريخهم كيف تعامل الله معهم كيف قبلوا تأديبات الرب وهم أنبياء ولم يدعي أحدهم أن الرب صرح له بهذا الخطأ أو ذاك نعم وهنا يأتي القدوس الكامل شخص المسيح ليختم هذه السمفونية سمفونية الأنبياء بأنه المشار له شخص المسيح المبارك له كل المجد فرسالة اليوم ها هو المسيح يعلن عن ذاته يعلن عن طبيعته يعلن عن مجده ويعلن عن ما يستطيع أن يقدمه فهو الرحمة في ذاتها حينما قدم ذاته على عوض الصليب مفتديا مقدما الفداء للجميع مفتديا الذين آمنوا به والباب مفتوح فلا تضيع الفرصة تعالى الآن وقدم حياتك للمسيح مؤمنا به فاديا ومخلصا لحياتك سيضمن لك الأبدية وهو الوحيد الذي يضمن الأبدية الرب يبارك حياتكم شكرا شكرا لك مشاهدين أهلا بكم مرة تانية كل شخص ادعى النبوة في يوم من الأيام كان عليه أنه يقدم الدليل على نبوته وأنه تعاليمه ونبواته وكتابه كل حاجة يعني جابيها أنه دي وحي من عند الرب الإله وإلا يكون هو مجرد شخص دجال ويكون أتباعه عايشين في وهم كبير طبعا محمد كشخص ادعى النبوة كان مطالب أنه يقدم الدليل على أنه نبي وأنه وحي هو وحي سماوي مش مجرد كلام بشر خلونا مع بعض نشوف عنوان حلقتنا النهاردة حجة غرابة حجة نبوة محمد بصفته أعظم الأنبياء وسيد المرسلين نحن نتوقع أنه يقدم أعظم الأدلة فهل نجح محمد في تقديمها؟ ده اللي سنشوفه النهاردة بنعمة المسيح في حلقتنا نرحب بوحيد مرة تانية وأكيد سنكون في انتظار مشاركاتكم معا أهلا بك مرة تانية أهلا فدوى مجددا برحب بكل الأحباء المشاهدين في كل مكان الرب يبارك حياتكم جميعا طيب بداية هل إحنا مطالبين أن إحنا نفحص نبوة أي شخص بيجي أنا نبي أنا نبي مطالبين أن إحنا نفحص النبوة دي ونشوفها إذا كانت وحي سماوي أو لا طبعا بلا شك طبعا كيف ده أصله لما يقول أنا نبي فبعد كده كلامه أنا هعتبره وحتبعه وحامل به لأنه بيقول أنا نبي فكيف أتبع دون أن أتأكد وأفحص الكلام وبالكتاب المقدس يقول امتحنوا الأرواح والوحي الإله يقول عن أن الذين في بارية كانوا أشرف من الذين في تسالونيك لأنهم قابلوا الكلمة بفرح فاحصين الكتب كل يوم هل هذه الأمور هكذا هل ما يبشر به التلاميذ هي فعلا أمور موجودة في كتب العهد القديم أم لا فوصفهم الوحي بالشرف ثم موسى النبي لما كان مثلا في الخروج يعني خليني أتقدم للخروج وأرجع بعدين جزئية للوراء في التاريخ قال للرب إن لم يسر وجهك أمامي أنا مش هخرج بهذا الشعب مش مكمل مش هكمل لازم وجهك يسير أمامي ولذلك كنا نرى وجود الله في حياة موسى وفي المعجزات العظيمة التي قام بها موسى تؤكد للشعب أن الله أرسل موسى وهو يسند موسى نعم وفي البداية جزئية التي قلت أرجع لها حينما أراد الله أن يرسل موسى ده موسى اللي طلب يعني موسى قال لله ماذا أقول حينما يسألوني عن دليل أنك أرسلتني ماذا أفعل قال له معك إيذك عصايا ارميها أصبحت ثعبان امسك بزيلها أهري رجعت عصايا مرة أخرى ادخل يدك في عبك اخرجها برصائك السلج ارجعها مرة أخرى فموسى الذي طلب أن يسند ويؤكد له ويؤكد لشعبه أن يمرسل مرسل بهذه المعجزات هذه الآيات التي أمامكم واستطاع أن يهزم أكبر قوة في ذلك الوقت بالآيات لماذا أطلق فرعون شعب إسرائيل لأنه رأى الآيات والعجائب وعشر ضربات في أرض مصر كانت قوية وكافية أن يطلق فرعون القاسي شعب إسرائيل إذن النبي عودة لسؤالك الفحص نعم لا بد أن يقدم النبي الأدلة وليست الأدلة فقط معجزات بالمناسبة الأدلة هناك أدلة أخرى أخلاقية في حياة هذا الشخص بمعنى ليس أنه معصوما من الخطأ ولكن لا أن يقول أن إله صرح له بهذا الخطأ أو بذاك لا يمكن هذا لا يقبل وبالتالي هناك جملة من الإشارات التي تقلنا عن هذا الشخص نبي ضمنها المعجزات التي يقدمها وحياته وأخلاقه وإله الذي يقدم للناس ما هي طبيعةه إلى آخر هذه الأشياء نعم طيب بالنسبة لي يعني إحنا دائما كقرآن موضوع المعجزات هو طبعا قرآنيا ممنوع من محمد ما منعنا أن نرسل بالآيات صحيح طبعا في الكتب الثانية فيه معجزات كثيرة لمحمد هم متمسكين بيها يعني لكن أنت بتقول أنه المعجزات هي مش كل حاجة طيب إيه الدليل اللي ممكن يقدم محمد بعيد عن المعجزات كشخص أنا جاي أقول لكم أنا نبي إيه المعجزات اللي ممكن يقدمها إيه الأدلة اللي ممكن يقدمها بلا شك هو لا يحتاج في البداية أن يطلب منه معجزة النبي تتبع المعجزة ثم بعد ذلك يراقب الشعب تعاليم هذا النبي هل تتوافق مع الإله القدوس هل تتوافق مثلا إن كان في بعد رحلة من الأنبياء تتوافق مع ما قاله الأنبياء نعم مع طريقتهم مع سلوكهم لا يمكن أن يقبل أي شخص يدعي النبوة ما هي الحد النهاردة في نسبة الدعي النبوة صحيح لماذا لا يقبلون فإذن النبوة لها دلائل معينة يجب أن يقبل النبي من خلال هذه الدلائل المجتمعة طيب لو تحب نبدأ ونشوف إيه حجة محمد في النبي طبعا حجة محمد في القرآن التي قدمت هي حجة ضعيفة جدا وواهية لأبعد الحدود وأنا أريد أن أدخل في الموضوع مباشرة من يسمون كفار قريش مشركي قريش واجهوا قرآن محمد وقالوا عن قرآن محمد بصراحة هو أساطير الأولين وعن كلامه هذا كلام شعراء شعر بل قالوا ما أكثر من ذلك أضغاص أحلام بل افتراه بل هو شعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون هنا المشكلة أن محمد تراجع عن الآية بحجة وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون هذا كلام غلط لأن الأولون منهم من كذب ومنهم من صدق أن تقدم الآية ودع من يصدق يصدق ومن يكذب يكذب لكن أريد أن أبدأ بما قاله العرب الذين يقولون أنهم مدحوا القرآن وقالوا حلاوة وطلاوة القرآن يقول غير ذلك التأليف لتلميع القرآن على مرجة العصور بداية من التابعين إلى آخره لكن ما قاله العرب وسجله القرآن غير ذلك خلينا أشوف مثلا سورة الفرقان خمسة وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة بيملاها واحد بيملاها عليه الأنبياء خمسة بل قالوا أبغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ثم هنا الحق إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر بدافع نفسه قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون يعني حتى قالوا علي كاهن والكهنوت المقصود هنا هو كهنوت السحرة اللي كانوا منتشرين في جزيرة العرب سجع يعني سجع الكهان سجع الكهان أو ما يقومون به من أعمال سحر إلى آخره طيب هو أراد أن يقدم الحجة وهذا هو موضوع النهاردة يعني قدم حجة أنه لا أنا نبي طيب ما الحجة التي قدمها رسول الإسلام هل هو مثلا قدم الآيات والمعجزات والتعاليم الأخلاقية التعاليم الروحية العالية التي تؤكد أن هذا الشخص مرسل من قبل الإله المعروف على الأقل لدى أهل الكتاب لا قدم غرائب اعتبرها المسلمون أنها الأدلة الدامغة على نبوءة محمد تحب ندخل للموضوع طيب أبدأ بسورة أهل عمران أربعة وأربعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفلوا مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون هنا وما كنت لديهم يعني يقول لمحمد يقول الحجة بتاعته أنهم حينما أرادوا أن يكفلوا مريم أنت لم تكن معهم حجتك أنك عرفت هذه القصة وأنت لم تكن معهم هل واضح الحجة يعني هو حكى أنهم كانوا يلقون أقلامهم يقترعون من يكفل مريم ومحمد لم يكن هناك فلأنه لم يكن هناك وعرف هذه القصة فهو نبي خليني أقدم مثلا ما قاله الطبري لأنهم فضحوا بعض بصراحة يعني إذا كان علماء القرآن فضحوا هذه الحجة عروها تماما والقرآن عراها وهذا ما سأقدم وعند ضربات قاضية النهاردة بنعمة الرب سورة آل عمران 44 نشوف الطبري ماذا قال الطبري ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك أي من أخبار الغيب ويعني بالغيب أنها من خفي أخبار القوم التي لم تطلع أنت يا محمد عليها ولا قومك بعدين يقول ولم يعلمها إلا قليل من أحبار أهل الكتابين ورهبانهم يعني أخو أحبار اليهود وأحبار المسيحيين عنديهم معرفة بهذه القصة الأحبار بس الأحبار طيب لما هي أصلا قصة معروفة أنت كيف بتعمل حجة ودليل لنبوتك وإنت هنا الطبري بيحاول يعني 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 يعالج الموضوع ما شوية من أهل الكتاب أحبارهم ورهبانهم بيعرفوا الموضوع ده طيب ما أنت عندك ورقة بن نوفل مكان حبرا وصاحب محمد وحينما مات ورقة فترة الوحي ألم يكن لمحمد مقابلة بن قوسين مع بحيرة الراهب الذي يلقى ببحيرة إذا كان هذا الأمر مطلع علي أهل الكتاب رهبانهم وأحبارهم وإنت النهاردة عندك من أحبار ورهبان من كان مع محمد نعم ده ده بس أنا لسه بأخذ الخطوط العريضة طيب كيف تقدم هذا الأمر حجة يكمل الطبري ثم أخبر تعالى ذكر نبي محمد أنه أوحى ذلك إليه حجة على نبوته وتحقيقا لصدقه وقطعا منه به عزر منكري رسالة من كفار أهل الكتابين إنت جاي تقول أهل الكتابين أنا نبي فعارف قصص من عندكم ده زا يقبلوا الذين يعلمون أن محمدا لم يصل إلى علم هذه الأنباء مع خفائها ولم يدرك معرفتها مع خمولها عند أهلها إلا بإعلام الله ذلك إياه عرفت إزاي خمولة عند أهلها هذا يقول لك يعني دي مش منتشر الانتشار الكبير ده بس معروفة عند أهلها وعند الرهبان والأحبار طيب إنت يعني كيف سمح عشان كذا لما بيقولوا الأحباء أنه محمد زكي أنا بتحفظ على هذا القول لا أقول أنه ليس زكيا ولكن ليس الزكاء يعني بمعنى أنه استطاع أن يخضع هؤلاء أنا في رأيي أن هؤلاء كانوا أبيض يعني ميح مش عارفين أي شيء وسنيين والذي كان يفهم منهم قهر بالسيف ودخل في الإسلام يعني هو يقصد إذن ما حدث قبله بستمائة سنة قبل محمد المعروف والمنتشر في بيئة محمد فبيئة محمد فيها رهبان وفيها أحبار فيها مسيحيين وفيها يهود كيف يتم اعتبار أخبار منتشرة وحيا وبالتالي دليل على النبوة هذا الدليل من الأدلة طبعا الطبر هنا حاول أنه يعني يلطف الجو بعض الأحبار والرهبان بيعرفوا هذا الأمر وعلشان كذا أنا دائما أقول للأحباء الله لا يتعامل مع البالعين المنافقين الذين يرون الأخطاء وينافقون ويبتلعونها مش هيتعامل معهم ربنا ربنا يتعامل مع الإنسان الصادق في دينه في عقيدته في كتابه ولا يقبل شيء فيه نفاق ولو فيه شيء مش فهم يقول أنا مش فهم ده ولازم أفهم ده اللي بيتعامل معه ربنا واحد زيط طبري ما أنت شايف ابن كثير وغيره فيه أقوال يعني لسه جاية عايزة نتقل للحجة أخرى تفضل ما عليش حكون شوية سريع في الجزء الأول يوسف سورة يوسف ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون سورة يوسف قصة يوسف المشهورة شرقا وغربا يعني مش بس في عصر محمد قبل المسيحيين قبل المسيح قصة يوسف المعروفة وإخوانه رموه في البير واتباعه ومشى لمصر يعني هذه القصة المعروفة يعني نفاجأ بأن كل المفسرين من كل الطوائف شيع وصنة وغيره أنه اتفقوا عليهم ده دليل وحجة على أن رسول الإسلام هو نبي من عند الله خلينا أقرأ لك من أقوى ما وجدت يعني للمفسرين فضل مثلا تفسير لطائف الإشارات لأبي القاسم القشيري سورة يوسف 102 يقول تبين للكافة أن مثل هذا البيان لهذه القصة على لسان رجل أمي لا يكون إلا بتعريف سماوي ويقول كون الرسول أميا في أول أحواله علامة شرفه وعلو قدره في آخر أحواله لأن صدقه في أن هذا من قبل الله إنما عرف بكونه أميا ثم أتى بمثل هذه القصة من غير مدارسة كتاب هذا يقول لك يعني تبين للكافة أنها حجة قوية ودلالة على أن رسول الإسلام نبي أنا حيث أقول للأحباء المسلمين تخيلوا مثلا إشعياء يأتي ويقول لشعب إسرائيل إشعياء من الأنبياء المعروفين يعني لدى شعب إسرائيل يقول لهم أنا نبي وحجتي أنني أريد أن أقول لكم أن موسى أخرج شعب إسرائيل من أرض مصر حيعملوا إيه في شعياء حيرجموا مش كذا ما هذا الكلام أنت بتقول قصة أشهر من نار على علم صحيح وتدعي أنك نبي لأنك عرفت هذه القصة وهي في بيئتك التي ولدت فيها وأصحابك إن كان ورقة أو غير أو خديجة يعرفون مثل هذه القصص ثم يأتي القرآن ويخدع هؤلاء ويقول لهم شفت الحجة دا بيعرف قصة يوسف اللي هي أصلا مش معروفة لأنه هو رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب بس بيسمع يعني لا يقرأ ولا يكتب أحبائي لكن الرجل يسمع فكيف تعتبر هذه حجة تقدم يقدمها القرآن ويقول هذه حجة أن هذا الرجل النبي لأنه يعرف قصة أنهم اقترعوا على ابنة عمران وأن يوسف ألقي في البئر عايزة أأخذ الطبر هنا وأترك لك مساحة لو سمحتي لي فضل يقول تعالى ذكر هذا الخبر الذي أخبرتك به من خبر يوسف ووالده يعقوب وإخوة وسائر ما في هذه السورة يقول من أنباء الغيب يقول من أخبار الغيب الذي لم تشاهده ولم تعاينه ولكن نوحيه إليك يعني أنا ممكن أقول من أخبار الغيب الذي لم تشاهده ولم تعاينه ولكنك سمعته أنا ممكن أقول كذا وسمعه وتوحي إيه إيه الوحي هنا يعني ونعرفكه لنثبت به فؤادك أو فؤاده ماله محتاج تثبيت يعني ونشجع به قلبك وتصبر على ما نالك من الأذى من قومك في ذات الله ويقول وما كنت لديهم إذ أجمع أمرهم وهم يمكرون يقول وما كنت حاضرا عند إخوة يوسف إذ أجمعوا واتفقت آراءهم وصحت عزائمهم على أن يلقوا يوسف في غيابة الجب طيب ده بالنسبة للسنة أنا لست هاجي بعد شوية للشياء يعني هل هذه حجة نبوة أنت أقوال وقصص معروفة تأتي وتدعي في قرآنك أنها غيب وأنها حجة أنك ما كنت هناك الغريب أنه لم يكن هناك طيب أنا ما كنت هناك أنا واحد لم أكن هناك لا كنت مع إخوة يوسف حينما ألقوا أخوهم في البئر ولا كنت معهم لما بعوا المصر وأستطيع أن أحكي هذه القصة بحزافيرها تماما كما وردت في القرآن عن ظهر قلب لا أحتاج لكتاب طيب ما عليش أنا خلينا أختلف معاك وخلينا أخذ الجانب بتاع محمد أدافع عنه شوية تفضلي أنت عندك كتاب عندك كتاب مكتوب فيه القصص هو الراجل ما عنده كتاب خلاص فأنت لما هتحكي هتحكي باللي عندك هو لما حكى ما حكاش بل ما فيش حاجة عنده عشان يحكي منها ممتاز هل الناس اللي هم عايشين معاه في بيئته عندهم كتاب ولا لا اليهود والمسيحيين عنديهم نعم هل تداخل معهم في أمور دينهم وكان هناك حوارات وكان هناك نقاش نعم هل كان على صلة مع ورق بن نوفل الذي كان يترجم الكتاب من العبرية إلى العربية نعم هل كان اليهود يعرضون توراتهم وهذا عندي دليل سأتي بعد قليل به طيب أنا كنت حطال بك صراحة بالأدلة لا بالأدلة ودى الضربات القاضية أصلا طيب فكان نعم كل اللي أنا أقول هو لك ده نعم فإذا الفكرة ليس أنا والدي لا يقرأ ولا يكتب بالمناسبة أبي لا يقرأ الله يرحمه ولا يكتب ولكنه كان يعرف الكثير من الكتاب المقدس الكثير جدا من فين من السمع نعم يسمع يسمع الناس يتكلم يسمع العزات فهو يسمع وهناك من من لم يقرأ ولا يكتب العشرات خلينا أسألك دلوقتي التركي المسلم يقرأ القرآن بالعربي يعني لا لا يقرأ القرآن بالعربي وغير الكثيرون يسمعون فإذا القصة ليست فقط قراءة وكتابة أول تعليم كان بالسمع أول تعليم كان بالسمع وأول تعليم كان استخدم وسائل إضاحة بالصور وهي الموجودة في كل الكنائس القديمة إلى اليوم تعاملوا مع الصور كوسائل إضاحة لتوصيل العقيدة إلى الذين لا يقرؤون ولا يكتبون فوضعوا لهم المسيح مصلوب على الصور في الكنيسة وضعوا لهم السيدة العزراء وضعوا من باب توصيل الكلمة وتوصيل المعنى أيضا للآخرين ليس فقط مجرد صور أيقنات يعني هذا كان كلام السنة الشيعة لم يختلفوا تماما عن هذا الطرحة أقدم لك الشيعة الطبرصي أي الذي قصصت عليك من قصة يوسف يا محمد من أنباء الغيب أي من جملة أخبار الغيب نوحيه إليك على ألسنة الملائكة لتخبر به قومك ويكون دلال على إثبات نبوتك ومعجزة دل على صدقك ذو الناس بيبحث عن معجزة وما كنت لديهم تخيل يعني أي وما كنت يا محمد عند أولاد يعقوب إذ أجمعوا أمرهم إذ عزموا على إلقائه في البئر واجتمعت آراءهم عليه وهم يمكرون أي يحتالون في أمر يوسف حتى ألقوه في الجب هذا أيضا رأي الشيعة بس هذا القرآن سيهربوا منه فين لازم سيجعلوا طريقة ما لتفسير أو يعني توصيل المقصود اللي هم يعرفوا تماما أنه ليس كافي ولذلك هم أيضا سقطوا هؤلاء المفسرين أنفسهم وسأقدم بعد قليل إن كان القرطبي أو ابن كسير سقطوا لأن الكذبة ليس محبوكة فإن واحد يتوجه في موضوع معين وينسى أنه قال أمرا آخر في مكان آخر أذهب إلى إن كان هذا الطب رسيء التوصي وقوله ما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم أي لم تحضرهم حين عزموا على أمورهم وإنما قال ذلك لنبيه لأنه لم يكن ممن قرأ الكتب وإنما أعلمه الله تعالى ذلك بوحي من جهاته ليدل بذلك على نبوته ولا خالط أهله طب دي مش كذبه يعني لما يجي واحد عالم مسلم يقول لي أن محمد لم يخالط أهل الكتاب طب هل درجة صادق يعني إلى هذه الدرجة يمكن أن يحرف في تفسير قرآنه ليلمع فكرة معينة محمد كان هناك لقاء بين وبين وفد النجران المسيحي وفي جزيرة العرب هناك مسيحيين أخر نعم وفي جزيرة العرب اليهود الذين نكل بهم والذين قال لا لا يبقى في جزيرة العرب دينا نخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب وقتل منهم الكثيرين وهجر منهم وكان له زوجات يهوديات من أهل الكتاب صحيح وخديجة طيب ما هي الخديجة دي الأولى هي اللي نبت النبي نعم يعني في قسم في مصر بيسمعوا يقول والنبى النبي نعم هي خديجة مش إلهة ونبى النبي فهنا أنا أستغرب أنه عنده زوجات من اليهود وعايش في مجتمع في يهود وهو هذا الرجل الذي هو الطوصي يقول ولا خالط أهلها نعم ما خالط أهل الكتاب كيف نقبل هذا الأمر في يهود في المنطقة نعم يتحاورون معه وتحاور معهم في المسائل الدينية نعم جاءوا وامتحنوه في أمور كثيرة وقالوا له هذه لا يعرفها إلا نبي وصححوا له ووافق على ذلك تكلموا عن دينهم أمامه وحاورهم في ذلك كيف يكون وحي ونبوء وبعد ذلك فهذا الطرح في أنه دي حجة هذا طرح غير قوي طرح ضعيف مهترئ جدا لا يقبل أنه حجة على الإطلاق أعيز أقرأ آخر جزئي إذا سمحتي لي في هذا الإطار سورة القصص 44-46 وَمَا كُنتَ بِجَانِبَ الْغَرْبِي إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرِ نفس الفكرة يعني وَمَا كُنتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَلَكِنَّ أَنْشَأْنَا قُرُوْنًا فَتَطَاوَلَا عَلَيْهِمُ الْعُمْرِ وَمَا كُنتَ ثَاوِيًا يعني مَاكِسًا في أهل مديان مديان مسكورة في الكتاب المقدس ومعروفة عند اليهود من زمان تتلو عليهم آياتنا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ وَمَا كُنتَ بِجَانِبَ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ لِتُنْزِرْ قَوْمًا مَا آتَاهُمْ مِنْ نَزِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ طيب إذا كان أنت ما قاله رسول الإسلام حكم هؤلاء أنها أساطير الأولين يعني سمعوها قبل ذلك أهدى الدول الموجودين في جزيرة العرب طيب خلينا أسأل أنا سؤال من ناحية تانية ماذا نفهم من كلام القرآن هنا في الأجزاء نفهم أن الدليل أن محمد نبي من ما قرأت أنه أتى بأخبار الغيب الماضية والتي لا يعرفها أحد في بيئته وبالتالي لم يقابل أهل الكتاب أو هو لم يسمع بها لم يقرأها لم يكتبها وأنا سأرد بأربع ضربات قاضية على هذه الأجزوبة والمجال لك طيب أنا بس عندي يعني مش عارفة إذا كان الأحباء المسلمين يسمحوا لي إحنا بنشوف محمد أمي وبيفتخره بكده عشان يثبته كمان أنه هو نبي ده ما كانش بيقرأ وبيكتب أمي وهو بنشوفه جاهل مش عارف أي حاجة لا من أهل الكتاب هو الوحيد يعني إذا كان أحبار اليهود بيعرفه وإنت ما بتعرف إذا كانت عندك خديجة بتعرف وإنت ما بتعرف وورقة بيعرف وإذا في جهل أنا أقدر أقول أنه كان مثلا ما ليش أنا أسفة يعني هل كان أطرش يعني مش بيسمع لا بيسمع يعني كان بيتعامل كيف مع الناس دول لا لا هو بيسمع هي بصي ما هو لو أصلا بيقرأ وبيكتب ما الذي سيقدمونهم هذه ذات حجة واهية أن الرجل لا يقرأ ولا يكتب وأمي هم خلطوا بين أمي وأمي ويمكن يكون لنا بحث في الموضوع بعد ذلك لكن في النهاية خلينا نكون على مستوى ما هو معروف عندهم لا يقرأ ولا يكتب لكنه يسمع تعامل مع أهل الكتاب نعم سمع منهم نعم قصة يوسف قصة مشهورة للقاصي والداني شعراء كتبوا عنها قبل الإسلام كيف أنت تأتي وتقول أنا حجة نبي لأني لم أكن معهم لا هذا ليس دليل طيب كيف شعراء قبل الإسلام كتبين في شعرهم يعني كتبين عن أشياء كثيرة تكلم عنها رسول الإسلام ويعني خلينا أأتي لها تباع طيب كيف المفسرين بيقولوا أنه ده بس قلة من أحبار اليهود هم اللي بيعرفوا لا لا هذه أكاذيب هم نفسهم وقعوا في هذه الأكاذيب طيب خليني ما عليش أرجع لخديجة تاني يعني خديجة هي اللي أثبتت زي ما أنت قلت من شوية أثبتت أنه أنه محمد نبي قصة الملاك المعروفة أو الكائن الروحي الزهر طيب يعني المفروض أنه خديجة فهمة طبعا اللي هي بتؤمن به تمام وفي ما هو يعني أكثر من ذلك يعني كيف خديجة هي اللي بتقرر وليست مقصودة بالنبوة نعم وأنت المقصود بالنبوة وأنت لا تعلم صحيح وهي التي يعني يعني تقول لك لا لا يمسك شيء من يعني من من الجن من الجن أو إلى آخره نعم هو كان فاكر كذا نعم وتذهب به إلى ورقة بن نوفل ومن المقصود بالنبوة خديجة ولا ورقة ولا محمد من المقصود بالنبوة نعم طيب تفضل أنا أتقول لضربة القاضية رقم واحد طيب ومن القرآن هذا هو عنوانها ضربة القاضية رقم واحد القرآن يضحب حجة محمد ويقضي عليها القرآن نفسه للقرآن نفسه يضحب حجة طبعا حجة محمد حجة القرآن صحيح ما هو يعني قدم القرآن لمحمد حجة محمد النبي مضحوظة في القرآن نفسه سورة طاهمية 33 وقالوا لو لا يأتنا بآية من ربه أولم تأتهم بين بينة ما في الصحف الأولى طيب يعني أنتم عايزين آية يقدم لكم آية أنتم جادكم البينة من الصحف الأولى هذا ما سبق محمد يعني طبعا الصحف الأولى عنديهم صحف إبراهيم وطورات موسى وإنجيل عيسى وزابور داود هذا الصحف الأولى خلينا أذهب لابن كثير ابن كثير يعني القرآن الذي أنزله عليه الله وهو أمي لا يحسن الكتاب ولا يدارس أهل الكتاب وقد جاء فيه أخبار الأولين بما كان منهم في سالف الدهور بما يوافقه عليه الكتب المتقدمة الصحيحة منها يعني هو بحج الناس أنتم عايزين آية ما جاكم اللي في صحف موسى طيب إذا كان أنت بتدعي أنه دا اللي بتقدمه في صحف موسى وتقول للناس دا موجود في صحف موسى وإبراهيم وغيره معنى هم معارفين وأنت تقدم الحجة صحيح الدليل أنهم معارفين أنه دي في صحف موسى طيب ما الجديد الذي تقدمه أنت لتعتبر أن هذا حجة إذا كان دول عارفين أنه دي في صحف موسى وأنت تقيم حجتك هنا في هذا النص أنه أنا لا أقدم جديد أنا كما أرسل الأولون أهو أقدم لكم ما في صحف موسى لا خليك من الجديد إحنا بنتكلم عن الغيب أيوة معلش ما نقصد الجديد في الغيب معلش عشان تبقى مفهومة بس للكل إحنا بنتكلم عن الغيب صحيح يعني الغيب موجود اللي هو بيقول أنه غيب موجود عند اللي هو بيخاطبهم صحيح العرب أين كانوا يهود نصارى مشركين أين كانوا أين كانوا هو بيخاطب كل اللي في الجزيرة العرب اللي موجودين في جزيرة العرب يعني بيقولهم هو موجود عندكم تمام بوجود أنتم ما جهتكم البينة دي من صحف الأولين طب خلينا أدي لك ما هو يتوافق في هذا الإطار طب سورة الشعراء 192-196 وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين حاخد كمان الأعلى 18-19 إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى في أوضح من كده حاخد دي حاخد لها تفسير عشان تكون واضحة أكثر سمعي ابن كسير عن ابن عباس قال لما نزلت سبح سبح اسم ربك الأعلى اللي هي دي صورة الأعلى دي سورة الأعلى أو النص القرآني فيها سبح اسم ربك الأعلى لما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال كلها في صحف إبراهيم وموسى وبعد كده ولما نزلت وإبراهيم الذي وفى يعني أن هذه الآية قوله تعالى في سورة النجم أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا ألا تزر وازر وزر أخرى وأن إلى ربك المنتهى الآيات إلى آخرهم دا الموجودين في صحف موسى وفي صحف إبراهيم ثم يكمل الحتة دي بس يكمل عن عكرم في قوله تعالى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى يقول الآيات التي في سبح اسم ربك الأعلى قصة هذه السورة في الصحف الأولى أي مضمون هذا الكلام لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى طيب لما هي في صحف إبراهيم وموسى معناها الأمور دي معروفة للآخرين الموجودين اللي هما أنت بتقول لهم ما جاكم النبأ بتاع صحف إبراهيم وموسى فكيف تكون غير نعم هل وضحت الفكرة؟ وضحت وأنا كنت معلش هعترض برضو أنه موجود في الصحف هو صحيح بس الناس ما تعرفش لكن هو من شوي بيقول لهم يعني اللي انتو بتعرفوه هو موجود عندكم اللي انتو بتعرفوه عارفة دي واضحة فين شوفي سورة النجم أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدا أعنده علم الغيبي فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى أسباب النزول هي فيها فيها اختلاف كبير جدا لكن في النهاية محصلة واحدة أن شخص ما كان يعطي ثم أمسكه فلم يعطي كويس؟ كان يعطي إيه؟ كان يعطي إذا كان زي قيل أسباب النزول في عثمار بن عفان جاء أخوه من الرضاعة فقال له يعني انت بتعمل كده ليه بتدي فلوس كتير كده ليه بيتبرع بحاجات فقال له أنا عندي خطايا كتير وعايز أخفره فقال له اعطيني الجمل راحلتك بما حملت وأنا أتحمل وزر خطاياك فأعطاه هذا واحد من أسباب النزول أول بعض يقول نزلت في مشركين قالوا كلام جيد عن محمد ثم تراجع أو آمن ثم تراجع في النهاية في المحصلة أنه شخص كان قد أبدى شيئا جميلا ثم تراجع عنه ونجد هنا في هذه الجزئية الطبر يقول اللون الأخضر بالمناسبة مشاهدي الأحباد لون النصوص القرآنية أعنده علم الغيب فهو يرى أعند هذا الذي ضمنا له صاحب أن يتحمل عنه عذاب الله في الآخرة علم الغيب فهو يرى حقيقة قوله ووفائه بما وعد أم لم ينبأ بما هذا الوحش هذا الرجل السيء أم لم ينبأ ده مش نبيه الرجل السيء ده ليس نبيه ده من جزيرة العرب أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازر وزر أخرى ألم يخبر قائل هذا القول وضامن هذا الضمان بالذي في صحف موسى وإبراهيم ومكتوب أن لا تأثم آسمة وإثم أخرى غيرها وأن ليس للإنسان إلا ما سعى واضح الكلام نعم إذن هنا الذين في جزيرة العرب يعرفون نعم والرسول لا يعرف نعم عايزين يقولون كده يعرف نعم صحيح يعني هنا يحاج واحد من جزيرة العرب قام بفعل شائن ويقول له هذا الكلام ألم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم نعم مفروض أنت عارف صحيح طب وإنت ما عارف يا رسول الإسلام ما هي دي حتة الجهل يعني المسلم نفسه بيسيئل محمد يعني بيتهموا بالجهل أنت كل الناس عارفة حتى المشركين عارفين نعم بس محمد مش عارف محمد لا يعرف فإذا هنا الجزئية اللي أنا عايز يعني أناقش بها أحباء المسلمين لم يأتي موسى ويقول حجتي كنبي لأني لأني كتبت قصة إبراهيم حجتي كنبي لأني تكلمت عن مثلا خروج شعب بن إسرائيل من أرض مصر حاجات كان موجودة وهو عايشة وهو سامعة وأشياء ركز الأمر بالوحي المقدس طيب إذن النبوة عشان كده لما سألتيني لها دلائل كثيرة تجتمع معا صحي إنما أشياء معروفة وأشياء موجودة وكل الناس يعرفها وأنت تدعي أنك أنت نبي عشان أنت عرفتها طيب هي معروفة هو بس أنت اللي كنت ما عارفها يعني إذن الآخرين عارفينها يعني نعم لأنه في جزيرة العرب سنلاقي ناس يعرفوا هذا الكلام أقدم جزئية من القرآن تسمحي لي فضل إحنا واضح أن إحنا عندنا عطل لأنه إحنا 45 بجيلنا 45 دجيجة و45 عدد طبعا فواضح أن إحنا عندنا عطل مش عارف إذا كان حيتصلح أو لا عموما هنكون في انتظار مشاركاتكم فضل طيب بشكرك صورة الفجر 6 إلى 8 ده بصراحة ده كمان يعني من الأشياء الواضحة إحنا ده في الدليل الثاني ولا إحنا في إيه دربة الأولى إحنا إن القرآن القرآن دلوقتي هو بيضحط هذا الكلام يقول ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد خلي بالك عزيز المشاهد من كلمة ألم ترى ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد طيب خليني أروح يعني زي أنا قلت لك أن المفسرين فضحوا الموضوع ده يعني وشفنا يعني من شوية الطبري تعالي شوف وابن كسير نعم طب تعالي شوف القرطبي هنا يعني كلامه كأن الناس دي مغيبة وهي بتكتب التفسير القرطبي ده رجل مفروض عالم يعني عالم بمعنى الكلمة في العلوم الإسلامية نعم وكأنه مغيب وهو يكتب هذا الكلام خليك معي عزيز المشاهد وحكم انت شوف القرطبي وكان أمر عاد وثمود عندهم مشهورا إذ كانوا في بلاد العرب يعني عاد وثمود مشهورا في بلاد العرب معروف وحجر ثمود موجود اليوم اللي هو المكان مكان الحجر المكان اللي هم كانوا فيه وأمر فرعون كانوا يسمعونه من جيرانهم من أهل الكتاب انت انتهت منه يا قرطبي انتهت من حجة محمد واستفادت به الأخبار وبلاد فرعون متصلة بأرض العرب ماذا نقول بعد هذا وده الصح طبعا وده الصح ما يقوله القرطبي الآن هو ده الحقيقة الأمور دي كانت أمور بتنتشر والكل يعرف فهنا بيقول إيه إنه عاد وثمود عندهم مشهور في البلاد في البلاد العربية ما كانوا معروف أمر فرعون كانوا مش بقروه ده سؤالك اللي من شوية مكان عندهم كتاب كانوا يسمعونه من مين بقى من جيرانهم من أهل الكتاب واستفادت استفادت ده معناء انتشرت به الأخبار وبلاد فرعون متصلة بأرض العرب يعني كل ده قانوات خلينا أقول للمعرفة طبعا نعم ثم يقول النفس القرطبي في ذات التفسير العجيب يقول وقد تقدم هذا المعنى في سورة البروج وغيرها بعاد أي بقوم عاد عن أبي هريرة قال إن كان الرجل من قوم عاد يعني شوف المعرفة بتاعته معنا عاد الأخبار التي وصلت لهم أن إن كان الرجل من قوم عاد ليتخذ المسراع من حجارة ولو اجتمع عليه خمسمائة من هذه الأمة لم يستطيعوا أن يقلعوه يقلوه عفوا يشيلوه يعني ثقيل جدا وإن كان أحدهم ليدخل قدمه في الأرض فتدخل فيها يعني قوم عاد دول كانوا جبابرة واحد منهم بشيل وزن خمسمائة واحد من المسلمين لا يستطيع أن يحملوا من هذه الأمة كما يقول نعم ولو ضرب رجله كده في الأرض تخترق الأرض كانوا يعني جبابرة أقوية بأجسابة طيب أنت عرفت هذا من فين؟ بالضبط صحيح؟ بالسماء ينتقل هذه الأمور بالسماء نعم فإذن المفسرون كشفوا الأمور دي دون أن ينتبهوا أنهم بيضربوا حجة نبوة محمد في مقتل يعني العرب كانوا بيعرفوا إذن الأمور دي فلماذا يستثنون محمد؟ صحيح يعني دلوقتي هو بيقول ثمود وعاد وغيره بيقول ده وحي ثم يأتي القرطبي ويقول هذا كانوا منتشر ومعروف وما كانوا ما إحنا عارفينه ودول كانوا جبابرة طيب ما الجديد إذن؟ كيف تعتبر هذا غيب؟ صحيح وكل المشركين في جزيرة العرب عارفين القصص؟ نعم بس محمد لا يعرف هل ده هم عايزين يقنعونه يعني بالكلام ده؟ أنا بقول للأحباء المسلمين أرجوكم يقرأوا ارجعوا للتفاسير وقرؤوها جيدا لأنه حياتك الأبدية يعني مهم جدا أنك أنت تعرف الموضوع أجزوبة كبيرة جدا جدا بس هشة ومهترئة وواضحة للعوز مش لللي ما أخذ الموضوع إحنا وهم كيف يكون إحنا غلطوا ناس تانية صح؟ هل معقول كل الناس ذول مش عارفين؟ آه يا أخي كل الناس مش عارفين ما أنت عندك في رأيك كمان أنه الهندوس والبوزين ما يعرفوا كل أجدادهم كانوا غلط؟ أي المشكلة أن يكون كل أجدادهم غلط يعني وكل أجدادك مع احترام لك برضو خطأ فكر الموضوع بسيط جدا خلينا أديك شيء كمان من سورة الفجر سورة الفجر التي قرأناها الآن ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد هذه السورة في ترتيب النزول هي سورة رقم عشر وأول سورة جاء فيها الذكر عاد يعني في ترتيب نزول القرآن سورة رقم عشر هي سورة الفجر كويس؟ طيب أول مرة يتكلم فيها عن عاد في السورة في القرآن كله طيب ثم يقول له ألم ترى آه طيب ما أنا ممكن أقول لك أرى إيه ألم ترى أرى إيه ألم ترى كيف فعل ربك بعاد آه يعني أنا عارف أنت بتذكرني بأقوال أنا عارفة طيب وهل ده هو يعني وحي كذا أنت بتذكرني بأقوال أنا عارفة عن عاد وعن وعن يعني إذن في أمور كانت معروفة يا أخو وكانت موجودة والناس عارفين والدليل دليل قرآني دلوقتي الدليل دليل قرآني الزبر الأولين في صحف موسى وإبراهيم وألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العمادي إبقى فيه معلومات موجودة منتشرة لا ده هنا خلاص المعلومات عنده محمد نفسه هو بيخاطب محمد بيقوله أنت مش شايف إيه اللي عملته نعم صحيح نعم يبقى ممكن إذا قاله ألم ترى يقوله لا ما رأيت أنا سمعت يبقى إذا هنا الانتشار الأخبار ليس فقط بالقراءة وبالكتابة يقرأ ويكتب ولكن أيضا بالسمع تنتقل أيضا الأخبار دي كانت الضربة القاضية الأولى بقراءة بسيطة متواضعة لنصوص أخرى في القرآن بتتنصف هذا المفهوم تماما نعم طيب تفضل تخل في ضربة القاضية الثانية تفضل دي ضربة قاضية صعبة جدا مش عارف هيحتمل المشاهد معي ولا لا ضربة القاضية الثانية رقم اتنين تفسير اليهود توراتهم للمسلمين تصدق الكلام ده طيب هل بس للمسلمين ولا لمحمد كمان هو هو المحمد ما يمكن كانوا نفصل عن المسلمين في المسلمين عارفين بس محمد ما عارف هي دي الطريقة اللي هما بيستخدموها فعشان ما يزعلوش بس يفتكروا ان احنا بنسخر منهم هو مش كان في واحد اسمه ورقة بن نوفل كان يترجم الكتاب من العبرية للعربية صحيح وده ابن صهره طيب يعتبر يعني صهره وهو الذي عقد قران خديجة بمحمد نعم في يوم اسكرت اباها كما قال الشيخ محمد حسان هذا الرجل السلف الفز يعني يعني موضوع في مقتل بصراحة طيب يعني الناس دول ناس اهل كتاب واحد واصل في المعرفة لدرجة الترجمة يترجم الكتاب من العبرية للعربية نعم وهو ملاصق لمحمد وكما نقرأ في الإسلام أنه يعني أكد لمحمد مبوته نعم بس ما اتتبع محمد ما عارف لي يعني وبحير الراهب وغيره دع على مستوى محمد أنت بتسأليني طيب طيب دع على مستوى محمد وخديجة وغيره زي ما تكلمنا يعني طيب تعالي شو في هذا النص القاتل هذا النص القاتل في صحيح البخاري في كتاب التوحيد في باب اسمع الباب ده جيدا في باب ما يجوز من تخيل ما يجوز من إبغا من تفسير التوراة وغيرها من كتب الله بالعربية وغيرها عن أبي هريرة قال يعني أحباء المسلمين في عصر محمد رسول الإسلام كانت التوراة معتبرة ولم يقل أنها محرفة بل كانوا يسمعون تفسير اليهود لهذه التوراة ورسول الإسلام حتسمعوا كلامه ورأيه بعد شوية بس التوراة هي إيه عشان تعرفوا يعني التوراة هي أصفار موسى الخمسة تكوين خروج لوين عدد تسنية دي التوراة عايز أقول لك أنه في أول سفر منها قصة يوسف كاملة كاملة قصة يوسف وبعد كده نفاجأ أن قصة يوسف اللي هي بتشرح للمسلمين من اليهود دي اعتبرت حجة حجة محمد في نبوته خلينا أقرأ لك النص شوف عن أبي هريرة قال كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام فقال رسول الله لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبهم يبقى كان سامعه يعني التوراة اللي فيها قصة إبراهيم بتتقلل المسلمين آه اللي فيها قصة موسى نعم كانوا يقرؤونها بالعبرية ويفسروا لي المسلمين بالعربية وبعد كده دول كفار طب انت بتسمع منيهم ليه وبتاخد منيهم ليه لما هم كفار الحاجات دي شموع مضيئة للأحباء المسلمين ولذلك الباحث منهم الباحث الأمين نعم لا يبقى في الإسلام وإن بقي فهو منافق مع احترامي ليهم يعرف تماما أن هناك أمور أو يحاول أنه يقول لك ده لا أؤمن به وده لا أؤمن به وأنا أفسر القرآن على هواي لأنه خلاص وصل لقناعه أنه لا يستطيع أن يبقى في وسط هذا الزخم من الأكاذيب والأمور المهترئة اللي هي يعني كل يكسر الآخر لا يزكي الآخر في النصوص يعني فهنا أهل الإسلام طيب أهل الإسلام دول راحوا لمحمد أخذوا تفسير التوراة من اليهود وراحوا لمحمد حكوا له الحكاية مثلا ما هو لا تصدقوهم ولا تكذبوهم على إيه قالوا له إحنا بيفسرولنا وخلاص وسكتوا أكيد قالوا الحكاية لازم بنبي أنا لازم أجي أخذ رأيه أشوف أنا الكلام اللي أنا سمعته ده صح ولا غلط فيبقى لا تصدقوهم ولا تكذبوهم تيجي اللعبة هنا أنه يعني يتكتم على ده صح ولا مش صح بس أهو سمع الحكاية بعد شوية تيجي في القرآن أحب أن أقول لك قبل أن يسمع من المسلمين هو سمع من أهل الكتابة هو كان يحاوره وكانوا موجودين وكان ما يقوله شخص ويعني حينما جاء أحدهم بمجلة لقمان التي وضعت بعد ذلك في سورة لقمان الإجابة محمد بن فن نحن نجيب لا تحرق الأمور نحن نذهب طيب يعني إذن واحد جاي بيها نعم في حج معك هل معك مثل ما معي أخذ حطاه في القرآن نعم فإذن هذه موجودة هنا دي واضحة أمور لا تحتاج إلى الكثير من العناء لفهمها نعم ما تجي تقول لحجة أنه كتب قصة يوسف يبقى هو نبي لا ده هذه ليست حجة طيب قصة يوسف وقصة إبراهيم المفسرة من العبرية للعربية اللي احنا شفناه في أساطير اليهود اللي هو أخذ منها صحيح ما هو طيب ما يعني احنا أخذناها في عدد من الحلقات وضحنا كيف القصص دي كلها موجودة في أساطير اليهود تمام يعني يعني كمان هو مش بيأخذ من التوراة الأصلية صحيح يعني ده دليل أنه هو بيسمع من اليهود هو بيسمع من اليهود لا لا ما فيش كلام يعني في الموضوع هذا إطلاق ما فيش اللي يقرأ صح هيعرف هو من فين بيأخذ طيب خلينا نكرر لسه ما عندنا أي مداخلات لسه عندنا العبر لسه طيب لو لقين في جزيرة العرب ناس تانية غير رسول الإسلام بيعرفوها من اللي انتو بتقولوا على المشركين ماذا نقول يعني ممن تقول عنهم أنهم مشركين وهذه هي الضربة رقم ثلاثة طيب ما عليش اسمح لي كده أنا بيقولولني فيه ثلاث مكالمات صحيح؟ تفضلي طيب خلينا نأخذ قبل ما تسقط المكالمة مين معنا؟ ألو في مكالمتين سقط وباقي واحد طيب واضح كمان أن هي سقطت المكالمة خلينا نكمل ما عليش احنا منعتذر واضح أنه عندنا عطل فن النهار ده نعم علم الغيب عنده العرب العرب عندهم يبقى إذن ده لو أنت بتسميه غيب طيب لو لقينا عند العرب هنعمل إيه؟ فاهم فكرتي تاني طيب أنت بتقول محمد ما كان بيعرف ده لأنه ما 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 طلع عليه وأهل الكتاب بس الدوصات اللي بيعرفوه الكلام ده اللي هو مر صحيح يعني طيب لو وجدنا في المشركين أو عند العرب بصورة عامة بعض المعلومات اللي أنت بتتكلم عنها وابتعتبر حجة نبوتك ده اللي الطبري بيقول إنه الحاجات دي كان بس قلة من أهل من أحبار أهل الكتابين بيعرفوها صحيح يعني ممكن نشوفها عند بعض المشركين صحيح أو معظم المشركين لو وجدناها لو وجدنا مثل هذه الأمور هاي يبقى وحيبك طيب خلينا نشوف مين اللي هو نبي آخر تفسير سورة البقرة خمسين للإمام القرطبي وعبد الرحمن الثعالبي وابن عطية وكذلك شيخ المفسرين الطبري اللي قدم أنا حسب ما كاتب لك هنا من وجهة نظره دليلا قاطعا حسب ما هو شاف على نبوءة محمد يقول وقال الطبري وفي أخبار القرآن على لسان محمد بهذه المغيبات التي لم تكن من علم العرب خلي بالك مش من علم العرب يعني محمد جاي للعرب هو لم تكن من علم العرب طيب در مفروض أيوة ولا وقعت إلا في حق بن إسرائيل دليل واضح عند بن إسرائيل قائم عليهم بنبوة محمد يعني أنت تمشي البن إسرائيل تقولهم أنا عارف القصص بتاعتكم وبالتالي أنا نبي لي لأننا عرفت القصص بتاعتكم كلام واهي المهم خلينا في العرب الآن طيب فماذا لو وجدنا في علم العرب مغيبات هل يكونون بذلك أنبياء أم تنتفي النبوة عن محمد أم أن الحقيقة أن هناك مصدر واحد لكل هذه المنطقة خليني أقدم لك شخص أي المصدر هدخل فيه دلوقتي طيب أقدم زيد بن عمرو ابن نفير شخصية مشهورة ومعروفة صحيح في كل يعني في خليني أقول يعني في كتب كثيرة جدا وأمهات كتب للأحباء المسلمين نعم روى ما سأقوله زيد بن خارجة المحدث بن تيمية في الجواب الصحيح خلاصة الدرجة إسناده صحيح ومات زيد بن عمرو بن نفير قبل الإسلام فقال رسول الله إنه يبعث أمه وحده خلاص طيب قبل ما أقول زيد ده قال إيه وكان إيه عنده معرفة خلينا نقرأ القرآن ماذا يقول القرآن طيب وهرجع على طول لزيد آل عمران عشرين فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله يا محمد لو حاجوك قل أسلمت وجهي لله العمران سبعة وثلاثين أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض أسلم من في السماوات والأرض فقل أسلمت وجهي لله النازعات تلتين اثنين وثلاثين والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها طبعا هذا يعني هذا بيقول لك في إعجاز علمي خطير جدا جاء به محمد قبل كل البشرية والأرض بعد ذلك دحاها مع أن دحاها دي يعني مشكلة كبيرة لكن مش موضوع ذو الوقت أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها طيب أرجع لعمر زيد بن عمر بن نفيل يقول وأسلمت وجهي لمن أسلمت له الأرض تحمل صخرا ثقالة الله الكلام ده قال الرسول الإسلام في قرآنه في قرآنه أسلمت وجهي لله وهنا وله أسلم من في السماوات والأرض نأتي إلى عمر بن نفيل يقول لمن أسلم أسلمت له الأرض تحمل صخرا ثقالة دحاها فلما استود شدها بأيد وأرسى عليها الجبال الجبال الراسيات يعني نعم البيت الأول كيف عرف زيد بن عمر بن نفيل وهو قبل محمد وهو يقول هذا الكلام في بيئة العرب ونجدها بعد ذلك في القرآن محمد هل زيد النبي زيد بن عمر بن نفيل طبعا زيد بن عمر بن نفيل له مواقف مع رسول الإسلام وكان يعرف تماما أنه رجل متعلم ويعرف أشياء كثيرة من أهل الكتاب طب وده الشعر هذا بتاعه ثم هذا الشعر بوضع الكلمات بشكل آخر موجود في القرآن هل زيد بن عمر بن نفيل ده النبي أخلي بالك أنا ما قرأته الآن بالذات الجزئية الأولى لعمر موجودة في الجامع لأحكام القرآن للقرطبي تفسير النازعات 30 جزء 19 تفسير القرآن للشكاني النازعات 30 تفسير القرآن للألوسي النازعات 30 وأضواء البيان للشنقيتي تفسير الحجرات 14 موجود في كل هذا الكلام إذن إن كان هذا كلام موجود في القرآن وقاله زيد بن عمر بن نفيل قبل ذلك يبقى ذلك وحي إنتوا يا ناس ما عارفين إنه زيد ده نبي إنتوا بس ما أخذين بالكم بمقياس صحيح بمقياس القرآن زيد ده نبي نعم بعدين هو مزيد بن عمر بن نفيل ده حنيفي برضو إذا كان هو حنيفي والرسول بيقول أنا حنيفي طيب دول تابعين لإبراهيم مش على ملة إبراهيم حنيفة طيب طيب ما يبقى مصدركم واحد إذن أنت يعني المصدر اللي أنت جايب منه هو المصدر اللي جايب منه عمر زيد بن عمر بن نفيل فالموضوع ليس ليس علشان يعني أنت ذكرت حقيقة موجودة ومنتشرة في معرفة الشعوب حولك يبقى أنت نبي يبقى خل ذا نبي هذا مش نبي ذا عنده عجاز علمي كمان فبالتالي الحجة حجة القرآن وما كنت لديهم وما كنت لديهم حجة بلا معنى فعمر لم يكن لديهم بس كان عنده أمور كثيرة ممكن يقولها ويحكيها ومع ذلك أنباء الغيب دي لا يمكن اعتبارها حجة للنبوة لأنه زي ما احنا شايفينها تسقط مرة والأخرى لو حطيناها في أي مقياس مقياس القرآن أو مقياس الأحاديث كانوا يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية نعم فهي ليست حجة طيب اسمح لي بسرعة نأخذ بعض المداخلات قبل ما تسقط إبراهيم من نيويورك ألو أخ إبراهيم من نيويورك لسه عندنا مشكلة يا أخوة والأي طيب خلينا نأخذ نادية من أمريكا سلام ونعمة أهلا بيك تفضلي إزايك يا أختي فادي وإزاي الأخ وحيد أهلا بيك يا أخوة نادية ربي بارككم أنا بس حاب أدخل على السرع بمفارقة إنه الرب يسوع يعني كان له كل المجد كان يعرف حتى بدواخل النفس البشرية قبل ما تحصل يعني ما حصل زي ما حصل مع بطرس لما قال رح يسلمني بعد صياحة ديك ثلاث مرات ولما قال عن يهودة كمان تمام فمفارقة غريبة يعني أنا حاب برأيات فيها شكرا وربي بارككم وأنا من المعجبين فيك وثنينكم شكرا لك شكرا لك شكرا لك ربي باركك رب معك ومعك طيب خلينا نأخذ إدمون من لبنان أخ إدمون أخ وحيد يس اتفضل أخ وحيد أخ وحيد أنت سجعتني يعني أتكلم معك لأنه علشان قلت أن والدك لا يكتب ولا يكتب نعم أنا عمري 66 سنة اليوم نعم وجيت على كندا كان عمري 19 سنة دائما أريد أن أعمل رسالة لأهلي في لبنان يعني اذهب لأي شخص يكتب ويقول لي أنت أحكي وأنا بكتب صحيح واليوم تعلمت كثير أشياء منك أنت مثلا لأنه لا أكتب ولا أقرأ يعني يعطيك أمثال تعلمت منك أنت وأعدوا لهم ما استطعتم من كوة ورباط الخير ترهبون عدو الله وعدو بعدين يا أيها النبي حرد المؤمنين على القتال وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للرسول يعني هذه كلها تعلمت أنا منك أخي وحيد وين المشكلة عند محمد يعني لا مشكلة عالك إذا أنا عندي مشكل محمد عنده مشكلة وشكرا شكرا لك أخي شكرا لك وعليك صغير وأنا أدخل بالموضوع مباشرة للشيخ من أحد الحلقات الماضية التي كانت مسجلة لما قال أنه الرب يسوع ما كان فيه فك نفسه ويخلص نفسه أنا بدي أقول للشيخ أنه قبلك قال اللص التاني اللص الذي لم يؤمن بالمسيح فالاحتجاج موجود في الإنجيل عندما صلب الرب يسوع شغلة غريبة علينا والاحتجاج أنا بأيدك كمان في شغلة تانية أخي وحيد أنه المسلمين بكل المغريات اللي قلت أكتر من مرة الموجودة يصعب عليهم مثل ما قال يعني الرب يسوع للرسول بولس أنه صعب عليك أن ترفس مناخ فالمسلم ما في يترك الأشياء الموجودة اللي متسلط علي طول حياته وأنه كيف يريد أن يترك يعني مثل ما تقول أنه عقله مفتح ولكن يريد أن يعيش في الظلام في النبوات المحمد اللي يقول عنه نبي محمد كان يرفض يأتي بأي معجزة في كل الأوقات في عندنا مثلا مثل جاء في سورة جاء في سورة طيب بس الوقت يا أخ جورج لو سمحت عشان أنا بدي أقولها بسرعة يا بدي أقولها بسرعة 50 51 وقالوا لأنه هو عم ينكر كما بيقولون له ينكر يقول أنه الكتاب اللي جاي فيه أنا هو يقول وقالوا لو لو لا أنزل عليه آياته من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نديره مبين أو لم يكن فهم أن ننزل عليك الكتاب يطلع عليهم أن في ذلك الرحمة وذكر لقوم يمنوا عندي آيات كثيرة أنا آسف ما رح أقولها بسرعة دائما نكر ودائما نبتعد عن المعجزات صحيح زهير ابن أبي سلمة وهو واحد من الثلاث شعراء المعروفين يعني أمراء الشعراء إذا كان امرأ القيس أو زهير ابن أبي سلمة أو النابغة الزوبيانية دول الثلاث شعراء معروفين وده مات قبل البعثة أيضا زهير فأنا هجيب بعض الكلام يعني هل برضو أوحي إليه يعني ونتبعه ويبقى هو ده نبي من عند الإله ما كانش عندهم لم يكن لديهم صحيح لم يكن لديهم سورة هود ألا إنهم يسنون صدورهم ليستخفوا ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور يعني لما يناموا بالليل ويدسروا بملابسهم ويفكر كل واحد في صدره هو عارف هذا الإله تفسير ابن كسير صراحة ضرب في مقتل حجة محمد تفسير ابن كسير قال فأخبرهم الله تعالى أنهم حين يستغشون ثيابهم عند منامهم في ظلمة الليل يعلم ما يسرون من القول وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور أي يعلم ما تكن صدورهم من النيات والضمائر والسرائر طيب وما أحسن ما قال زهير ابن أبي سلمة أو سلمة في معلقته المشهورة أنا أقرأ لابن كسير نعم يعني وكأن هؤلاء الناس مغيبين ابن كسير يقول ماذا يأتي به هذه المعاءة الجزئية لهذا الشاعر فيقول فلا تكتمن الله ما في قلوبكم ليخفى ومهما يكتم الله يعلم يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر ليوم حساب أو يعجل فينقم أنت دلوقت قلت كلام خطير جدا ابن كسير فقد اعترف هذا الشاعر الجاهلي بوجود الصانع وعلمه بالجزئيات وبالمعاد وبالجزاء وبكتابة الأعمال في الصحف ليوم القيامة وبسميه شاعر وجاهل وجاهلي ومشرك إلى آخره هذا الشاعر يقول ابن كسير اعترف هذا الشاعر الجاهلي بوجود الصانع وعلم الصانع اللي هو الله بالجزئيات الصغيرة جدا هذا الشاعر يقول ما قاله محمد في الصدور هذا بيعلم برضو في الصدور وبالمعاد المعاد اللي هو يوم القيامة وبالجزاء يوم القيامة وبكتابة الأعمال في الصحف هذا ما قاله محمد أيضا أن الأعمال تكتب في صحف نعم ليوم القيامة هذه الصحف ستظهر يوم القيامة هذا الكلام ماذا أقول أنا عن هذا الشاعر الذي يقولون عنه أنه يعني جاهلي وطيب ده راجل يتكلم عنده أنباء غير ما هو بالضبط ومش نبي ومش نبي لا ناخده نبي أحسن لأنه قال كلام رائع كلام هذه الأفكار منتشرة ومعروفة يعرفها الكثير أقول جزئية أخرى أو لو عندك تليفونات طيب أخذ جزئية أيضا من قصيدة لزهير ابن أبي سلمة هذه القصيدة بعنوان ألم ترى للنعمان ده هذا عنوان كده طيب بس عايزة أقول هي فين هي في خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب لعبد القادر البغدادي الأدب العربي وموجودة في مختارات شعراء العرب لابن الشجرة هذا الاسم لا ينطق بهذه الطريقة أنا وجدت بعض الناس يعني بيكتبوه كده هي لابن الشجري ده النطق السليم للإسم وهو كتاب في الأدب العربي وتفسير القرطبي سورة البقرة خمسة عشرين وتفسير النكة والعيون للموردي والقصيدة لزهير ابن أبي سلمة بعنوان ألم ترى للنعمان ماذا يقول قال ألا لا أرى على الحوادث باقيا ولا خالدا إلا الجبال الرواسية حلوة الجبال الرواسية عجبت رسول الإسلام أخذها حطها في القرآن ولا السماء والبلاد وربنا وأيامنا معدودة والليالية ألم ترى أن الله أهلك تبعا وأهلك لقمان بن عاد وعادية وأهلك ذا القرنين من قبل ما ترى وفرعون جبارا طغى والنجاشية طيب شايف الأسماء كل هذه موجودة وتداولها رسول الإسلام إذا كان في بعض الأحاديث أو في قرآنه زي الجبال الرواسية وعاد وغيرها وزو القرنين كمان المتداولة بين المسلمين المصريين تحديدا وزي ما سمعنا الشيخ عبدالله بدر أنا ما ذكرني بس النجاشي هنا يعني كلك دول أصلا ريحته محشة علينا إحنا كمسيحين أنا ما عرفش يعني هل في مثلا فئة من البشر نسميهم كده في ريحته محشة هما لما ريحته محشة أنتوا هاجرتوا للمسيحين في الحبشة دول اللي صانوكم وحافظوا عليكم وعشتوا سالمين معاهم لم هاجر للناس ريحتهم محشة ده بدل ما تشكرهم بدل ما تشكر الناس دول طالع تتبجح على الناس أهل أقول أن أنا مرة سمعت الشيخ خالد يقول أنه المساجد ريحته سيئة جدا أنا ما أظن في واحد مسيحي بدخل المسجد بس موجود اليوتيوب بتاع الشيخ خالد وله الريحة يعني صعبة جدا في المسجد هم اللي بيصلوا في المسجد مسلمين ولا مسيحين يعني أرجو أنه نخرج من الشخصنا ونخرج من تعميم لا يمكن لي أن أقول أنا اليوم كل المسلمين إرهابيين هذا الكلام خاطئ لكن كل من يتبع القرآن يمكن أن يصبح إرهابيا أو ممكن كل من يريد أن يعيش الإسلام على أصل يمكن أن يكون إرهابيا فأنت رحت ليل النجاشية هو موجود معروف في شعر زهير ابن أبي سلمة فهذه الأمور أمور لو في واحد جاء وقال أن مسيلمة الذي سموه مسيلمة عنده كلام رائع جدا لماذا لم تتبعوا لماذا لم تتبعوا زهير لماذا لم تتبعوا أمية بن أبي الصلد لماذا لم تتبعوا زيد بن عمر بن نفيل وغير الفكرة الفكرة أن هؤلاء لم ينجحوا في قهر الآخرين نجح محمد في قهر الآخرين حينما ذهب إلى مكان فيه اشتد عوده واستطاع أن يغير منهج كلامه ويقهر الآخرين بالسيف بعد ذلك وكانت فيه كعبات كثيرة جدا غير هذه الكعبة هي التي سمضت أيضا بقوة قريش وفيما بعد حينما فتحها رسول الإسلام في السنة العاشرة بعد الهجرة فإحنا عندنا هنا أنا باقي لضربة قاضية واحدة لو تحبي خلينا ناخدها وبعدين نشوف إذا في أحباء تاني سيشاركون طيب الضربة القاضية الرابعة رسول الإسلام يفخر بما يضحط حجته ثاني رسول الإسلام يفخر بشيء معين يضحط حجته إنه إنه يعني جاب كلام مش معروف وكان كلام غيب طيب يمكن لما نقرأ الحديث يوضح نعم روى الحديث عبد الله بن عباس حدث به البغوي في تفسيره خلاصة حكم المحدث صحيح وحدث به الألباني في صحيح النسائي وخلاصة حكم المحدث أيضا صحيح وأقرأ من صحيح مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها ويقول باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة والحث على قراءة الآيتين من آخر البقرة يبقى إحنا بنتكلم عن الآخر آيات سورة البقرة وبنتكلم عن الفاتحة خلاص هذا الفضل بتاعهم باب فضل الفاتحة طيب قال عن ابن عباس قال بينما جبريل قاعد عند النبي سمع نقيضا من فوقه يعني جبريل قاعد عند محمد فسمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قطه إلا اليوم ده مين اللي يتكلم جبريل فنزل منه ملك فقال هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قطه إلا اليوم يعني باب جديد في السماء ما يفتح الي النهاردة على رسول الإسلام وجملك ما معروفه عند كل الأنبياء يدوب جهن أول مرة يأتي هذا وده كله عند علم في علم جبريل معروف في علم جبريل وهو قاعد مع رسول الإسلام فقال جبريل بيكلم محمد أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك يوهما بقى فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منهما إلا لن تقرأ بحرف منهما إلا أوتيته لن تقرأ يا محمد بحرف منهما إلا أوتيته يعني فاتحة الكتاب الفاتحة الفاتحة الغريبة اللي هي نقصة فيها كلمة مهمة جدا قل ما في مالك يوم الدين ياك نعبد وياك استعين يهدين الصراط هذا الإله يقول يعني ما فيش حد يعني عادة المفروض يقول لمحمد قل اهدين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ما في قل فنساها ظاهر هذا الإله فهنا فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة دول الوحيدين اللي ما نزلوا على نبي قط خالص على الإطلاق فيش حد يعرفه طيب معنى كده أنه باقي القرآن معروف إذا أنت كنت بتحدد وتستسني فتحة في السماء ما تفتحت قبلك إذا وملك خاص لم ينزل من قبل وأتى بكلام لم يعطى من قبل بقال اللي فات ايه أعطيها يعني هذا السؤال أنا أتركه معلش بالراحة كده لأنه أنا لسه ما وضحتش الفكرة كويس يعني هنا هو بيستسني سورة الفاتحة وخواتيم سورة البقرة بيستسنيهم بيستسنيهم أنهم ما نزلوا قط من قبل ذلك على أي شخص على الأطفال يعني كل القرآن خلينا أقول كل القرآن هو نزل يعني كلام جاء به الأنبياء إذا وضعتي سورة الفجر سورة الأعلى عفوا سبح باسم ربك الأعلى وقال رسول الإسلام موجودة والحديث فيه قولان لكن التفسير أنه هي موجودة في صحف إبراهيم وموسى مثلا أنت لو قست هذا القياس مع هذا النص لازم نترك سؤال إذا كان أنت بتستسني هنا فقط سورة الفاتحة وخواتيم سورة البقرة لم تنزل على نبي وجبها ملك خصيصا هل معنى ذلك أن ما تبقى هو نزل بي قرئ قبل ذلك معروف قبل ذلك خليني أضف لك جزئية طيب أنا أريد مرة أعمل كذا بحث له ربنا أداني عمره وعشت يعني أطلع إبراهيم وموسى وإسحاق ويعقوب وإسماعيل بر القرآن لأرى ما الذي سيتبقى هو إسماعيل بصلا مش موجود في القرآن يعني إلا كإسم لأرى ما الذي سيتبقى في القرآن مدى كل مسموع معروف في جزيرة العرب ومن أساطير اليهود فيه الكثير أيضا ما قالوه فمن الذي سيتبقى هذا ما أريد أن أعمله الآن هو يستسني هنا الفاتحة وخواتم سورة البقرة أنها لم تنزل من قبل ولم يؤتهما نبي قبلك طيب وباقي القرآن هل تريد أن تقول هذا سؤال أتركه أنا لا أقرر هنا هل تريد أن تقول إذا قررنا مع سورة الأعلى وغيرها أن تقول أن ما في القرآن باستثناء الفاتحة وخواتم سورة البقرة نزلت قبل ذلك على أنبياء كان يعرف أنبياء قبل محمد قالوا بها نادوا بها مش بس هنا إحنا مش بنتكلم عن النبي بس إحنا بنتكلم عن النبي وأتباع طبعا يعني كل أتباع موسى اللي موجودين في الجزيرة العرب وأتباع عيسى اللي موجودين في جزيرة العرب يعرف القرآن كمان المفروض لأنه نزل على أنبياءهم قبل ذلك صحيح المفروض لو بيستثني بس الفاتحة وخواتم سورة البقرة يعني أنا اللي عايز أقوله لأختم بي لو سمحتي لي تفضل يعني هل ما سمعتم الآن لو جاء شخص وقال أنا يا ناس نبي علشان أنا عندي حجة أي حجتك التي تقدمها كدليل أنا بعرف قصة كذا وقصة كذا وقصة كذا ليه أصلا ما كنتش موجود هناك طيب هل دي موجودة في معرفة الناس اللي عايش وسطهم آه هل هتعتبر هذه حجة تستطيع أن تقف في وجهه يعني من يؤمن بموسى وبالمسيح هل تمكن أن تكون هذه حجة هذه ليست حجة على الإطلاق وفكر فكر لأنه أنا سبق وقلت وأقولها لأنه لأنه هذا ما أنا هنا لأجله حياتك حياتك الأبدية دي أثما من كل صراع فكري وكل جدال على الإطلاق لا تصدقني لكن صدق ما تقرأ وما تسمع وما تبحث فيه لأن الأمر متوقف عليه حياتك الأبدية المسيح قال له كل المجد ماذا انتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه أو ماذا يعطي الإنسان فداء عن نفسه لا شيء فإنت لو ربحت أي شيء أي جدال أي نقاش أي فكرة أنت ربحتها طيب بس كان ضدك وضد خلاصك ماذا ستنتفع لا شيء فإن أنت دلوقت الآن نحن نتكلم عن أمور ليست فقط مختصة بهذا الوجود أو بهذا بهذا العصر أو بهذا الزمن نحن نتكلم عن أمور فيها مصير أبدي مصير سيبقى إلى الأبد فلا تجعل مصيرك الأبدي محكوم بأمور أنت بعد كده تندم أنك ما بحستش فيها حينما تكتشف الحقيقة أنا بشكرك كثير بشكرك شكرا لكم مشاهدين المسيح بارك حياتكم صلوا لأجلنا كثير وأكيد سنشوفكم في حلقة جديدة موسيقى 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 موسيقى